وهما دول لعيبة النادي الاهلي وهما دول مجلس ادارة النادي الاهلي انا مش هقول ان انا اكتفيت بالمناسبة في بعض الناس لما بيكسب بطولة بيقول انا اكتفيت انا كده مش عايز حاجة انا مبسوط انا سعيد انا ولا مبسوط ولا سعيد انا مبسوط وسعيد ان انا كسبت بطولة اليد النهاردة لكن بكرة هبتدي افكر في البطولة الافريقية في كرة اليد إحنا الأهلوية ما بنشبعش الحمد لله طبعا في كل الأحوال مش قصدي لكن قصدي إن إحنا ما بنزهقش إحنا عايزين نكسب في السلة وفي اليد وفي الطائرة زي ما حضراتكم شفته جمهور النادي الأهلي كان أكبر منتقد لأداء فرق الهندبول لما اتغلبنا وخسرنا الطائرة لما اتغلبنا وخسرنا ولكن أول ما كسبوا وعملوا إيه شوف الدعم والمساندة اللي كانت موجودة النهاردة على السوشل ميديا لأن المباراة الحقيقة مش مزاعة في أي حد ما حدش عارف إن هو يزاح فالحقيقة حاجة مهمة جدا 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 جمهور النادي الأهلي ده افرح واتبسط قد إيه السعادة اللي بتبقى دايما جوانا في مثل هذه التوقيتات فوز تعادل اه اتغلبنا مطشين أو بقلنا ثلاث مطشات في الدورة مش عارفين نكسب ولكن يظل دائما النادي الأهلي المرشح الأول والأكبر والأبرز للفوز بالداول على الرغم من الأخطاء التحكمية اللي بتحصل ضد النادي الأهلي وعلى الرغم من ابعت شوية سميه معلش الكرة من مبارح لعب الوفاق السطيف اترد ليه معلش أنا حاجل كده شوية اترد ليه عشان خبط حسين الشحات في رجله من تحت مظبوط مظبوط لعبة زي دي زي بتاعة حسين الشحات بالزبط بالزبط لفرق أخرى والله ما خد فيها انزار حتى والله اللعب ده ما خد فيها انزار طب ده ينفع ده ينفع الكلام ده التحكيم في مصر يحتاج إلى أمور كثيرة جدا مش وقته ان انا اتكلم فيها لان انا عندي مباراة في أفريقيا ممثل مصر الوحيد في البطولة الأفريقية حيلعب ان شاء الله مباراته يوم الجمعة او السبت اللي جاي اهو ده مين الفرقتين انا مش ياخد بالي معلش الألوان مش بينها الزمالك وإسترن ما يعني او الزمالك ونتا ما عرفش مين اي فرقتين يعني تخيل حضرتك دي مبارح كان التارد النهاردة او من يوم المطش ده انا ما عرفش المطش ده تلعب امتى ما كانش فيها حاجة انا مش فارق معي الفرقتين ومش فارق معي ألوان انا بس بجيب لعبة شبه لعبة حصلت مبارح انا مش فارق معي ألوان خالص هي بالصدفة جابوا لي اللعبة دي دلوقتي على هو مش دي اللي حصلت مبارح والحكم طرد لعب وفاق سطيف والكل اجمع على انها طرد وكارتة احمر يجب ان يكون هناك عدالة تحكمية يا جماعة خلال الفترة اللي جاي الفترة اللي جاي فترة صعبة جدا سواء في الدوري او في البطولة الافريقية النهائي يجب ان يكون في ملعب محايد لن يتنازل النادي الاهلي عن هذه القضية اللي اربع خمس ايام اللي جايين دول محدش هيسكت عن هذا الامر اهي نفس اللعبة بزبط انا بالله ده برضو مش فارق معي الألوان ولكن المساواة في الظلم عادل حتى المساواة في الظلم عادل نفس اللعبة طرد وهناك مفيش طرد ولا فيه انذار او فيه انذار مش عاد بس مفيش طرد النهائي في ملعب محايد هارجع مرة تاني للبطولة الافريقية النهائي يجب ان يكون في ملعب محايد لو حضرتك كنت قلت المغرب من اول البطولة ولا كان حد تكلم ولكن ان انت تيجي دلوقتي وتقول انا عايز النهائي في المغرب يعني ده يبقى منتهى 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 باش مهندس هاني بوريدا انا بقوله بالاسم والرجل ده رجل له تاريخ كبير جدا جدا الفضل حضرتك يجب ان يكون ليك دور وانا عارف ان ليك دور ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية في هذا الامر انت ممثل مصر فيه الاتحاد الافريقي وفيه الاتحاد الدولي نهار ده المهندس هاني بوريدا كان موجود مع سيد سفير القطري او رئيس الاتحاد القطري وكانوا متوجدين في النادي الاهلي يجب ان يكون لحضرتك دور يا باش مهندس المهندس هاني بوريدا دائما ما يكون له دور في مثل هذه الامور اهو والله شير الاربع علوان لو تعرف تشير الاربع علوان شير الاربع علوان ولكن نفس اللعبة ونفس الحاجة وهنا متحسبتش وهنا تحسبت وهنا تطرد وهنا مفيش طرد خلاص يا جماعة شيروا بس اللاعب دي عشان ف يا باش مهندس هاني النهائي في ملعب محايد حق أصيل للنادي الأهلي وحق أصيل للوداد المغربي وحق أصيل لوفاق ستيف وحق أصيل لبترو أتلتكو الأربع فرق دول أنا حتكلم بإسم النادي الأهلي أو أنا بكلم بإسم فرقتي ولكن الثلاث فرق التانية حق أصيل ليهم لو كانت المباردية حتتلعب في مصر ما كانش حد حيوافق أنا كنت حطلع أقول هذا الكلام ما ينفعش تلعب هذه المباراة في أي من الدول الأربعة دول روح يلعب في أي حت تاني يلعب في جنوب أفريقيا حرصا على الأربع فرق وتكافؤ الفرص للأربع فرق بما أنك لسه حتقرر أنت لسه حتقرر